تفاصيل أكثر عن هذه الاترابات الجوية مع زميلة مقدمة الأحوال الجوية سومية جدو أهلا وسهلا بك سومية أهلا بك زميل تينسرين أهلا بكم مشاهدين الكرام إذن أمطار غزيرة كانت في الموعد أمطار كان لها سلبيات خصائر مادية أقول وبشرية إذن الحيطة والحدر مشاهدين الكرام لأن حسب مصلحة أرساد الجوية وحسب آخر نماذج أمطار غزيرة ستستمر إن شاء الله وبإذن الله إلى غاية الخامس من الشهر القادم يعني الخامس من شهر جوان إن شاء الله إذن أمطار رعدية مصحوبة بالحبات البرد ابتداء من نهار اليوم كمية الأمطار تتراوح من 20 لتصل حتى 50 مم محليا إذن الولايات المعنية بالأمطار لنهار اليوم كما سبق وذكرنا إذن أمطار ستبدأ من نهار اليوم حتى السادسة مساء إن شاء الله الولايات المعنية هي عين الدفلة شلف تيبازال جزائي العاصمة بومرداس تيارت تيسمسيل تنمدية البليدة شمال الجلفة إذن كما سبق وذكرنا صلاحية هذه النشرة حتى السادسة مشتاء إن شاء الله أمطار غزيرة مع تساقط حبات البرد توقع كمية الأمطار نشرة تتراوح من 20 تصل حتى 40 مم محليا وتتجاوز أحيانا 50 مم محليا إذن الولايات المعنية هي البويرة تيزي وزول لمسيلة برج بوري ريج سطيف بجاية جيجل كذلك أما عن زخات الأمطار الرعدية المنتظرة أيضا إذن ستكون في الموعد على كل مولاية لمسان سيدي بلعباس البيض لغوات معسكر سعيدة غليزان مسيلة إذن مشاهدين الكرام ننوه المشاهد الكريم خاصة على ولايتي إذن كل من ميلا ونمسينا أمطار طوفانيا ستكون نهار اليوم إذن يرجى إذن إلغاء جميع التنقلات للمناطق المحيطة أكيد لتفادي الخطر إذن ننوه مرة ثانية أمطار سطوفانيا ستكون في الموعد على ميلا ونمسينا يرجى من المشاهد الكريم أخذ الحيطة والحذر إذن نذكر السائقين إن شاء الله لنهار اليوم إذن تخفيف من السرعة وخاصة ترك مسافة أمان كافية السياقة خاصة بهدوء إذن بنسبة لطرقات لنهار اليوم التي ستكون مغلقة إن شاء الله بسبب ارتفاع منسوب المياه نطارق ميلا طارق مغلق بالطارق الوطني رقم خمسة في شطره الرابط بين بلد يتيش الغم العيد وتجنات ولاية ميلا إذن كذلك الطريق سيكون مغلق شبه مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه تلمسان كذلك على سيدي بالعباس طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 103 في شطره الرابط بين بلديتين عين تالوت ولاية تلمسان ومولاي سليس ولاية سيدي بالعباس بسبب ارتفاع منسوب مياه كذلك هنا الطرقات ستكون مغلقة يرجى من المشاهد الكريم أخذ الحطى والحدر خاصة كما سبق وذكرنا على ولايتين ميلا ولمسيلا لأن أمطار طفانية ستكون في الموعد أمطار ستبقى غزيرة بإذن الله مصحوبة برعود أحيانا وحبات البرد خاصة على الولايات الشرقية إذن بإذن الله الأمطار ستستمر إلى غاية خمسة جوان بإذن الله شكرا لك يا سمية لكل هذه التفاصيل وكل هذه النصاح التي قدمتها لمشاهد الكريم خاصة زمي تنصرين نعود نقول لمشاهد الكريم في تأني سالمه في العجلة الندمة لازم نقللهم من السرعة خاصة لمستعملية الطرقات ونخلهم مسافة أمان كافية ودايمن دايمن قبل ما نخرجوا خاصة في هذه الأيام كما أسبق وذكرنا ستكون أمطار غزيرة عليهم تتبع آخر إذن أحوال الجوية توقعات الجوية النشريات شكرا لك يا سمية ترجمة نانسي قنقر